بدنا نروح على واد الضب إن شاء الله أول مرأة تعافية لا، أبس حم عم سوف نروح على السابع إن شاء الله حرفوا شوى دي ضب؟ انه صبب مرحبا اهلا وسهلا فيكم انا محمد سرور وهي قناة على اليوتيوب يا جماعة اليوم طالعين على وادي غريب له اسمين عطون وادي الضب خلينا نعرف ليش سموه بوادي الضب امطار اغلب الوديان الموجودة في الاردن بصير فيها فيضانات كل المنطقة اللي انا فيها حاليا هاي بتصير عبارة عن سيل مش طبيعي طبعا الوديان الموجودة هون كلها تتغير كل سنة لانه السيل هذا بنزل احجار بنزل صخور بغير الوادي بشكل كامل فاحنا مش عارفين شو راح نشوف اللي قدام بجوز نلاقي الطريقة مسكرة بجوز نلاقي فيه تغيرات الجبل كله واقع خلينا نشوف معانا اليوم عمر ارنقوت صديرك العزيز خبرة كل اشي احبال انزلات تسلق غوز حر بغوز 25 متر 25 متر بس المرة الجاي راح نطلع انا وياه بتحدي رقم المرة الجاي اه بتحدي بتحدي وراح افوز عليه يعني البحر بيننا طبعا برقص كمان ولا لا عمر لا امالي على الرجل ما بترقص؟ بس على الدور هذا هو اول شلال من الشلالات اللي انه هون شلال بزير هل سياري ها السلم اللي يجابوه عليشان اللي ما بقدر يتسلق يطلع بالسلم اقتباسا بالآية الكريمة اللي بتحكي وأما بنعمة ربك فهدث صدق الله العظيم قررت أورجيكم جمال طبيعة الأردن وأكثر شي عجبني اليوم الينابيع الساخنة اللي بتطلع من الصخور بس بكل شي حلو في صعوبات وهون كان في مقطع صعب خلينا نشوفه مع بعض من أصعب المقاطع أتوقع أنه هذا المقطع لأنه لازم أنت تمشي على الحفة من هون مقلم على الحفة وما توقع يعني ذبت وقع راح تخسر بس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا جماعة اللي بيعرف إيش هاض الاشي الأبيض اللي موجود هون والألوان هاي كيف هيك ملونة يحكي لنا بالتعليقات قاعدون نربط في الحبل في هاي المنطقة علشان ننطلع الجميع من هون محمد شايف هاض الجبل هاي المنطقة بدنا نطلع هسا بحكي جاد بدنا نطلعه ها ، بل 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 بش شرب شاي ما بش شرب قهوة ما بش شرب قهوة يا شاي يا قهوة طبعا يا جماعة أطلعنا القبل كامل وصلنا منطقة كثيرا حلوة نقدر نشوف منها البحر الميت خياد تنصح الناس يجوا لحالهم همون؟ ننصح هابا بس خدوا معكم سرور خدوا سرور معاكم ايوه طيبوا من هون محاضة الحبل ووقف تحت عشان تلجوا طنات تأكد؟ ننزل من هون؟ بدهم يتسحسروا هون هيك وينزلوا بالماء يالله تعال لا لا نزلنا من السحسينة الحلوة وهسا ايجاد هون المقطع الصالح اللي هو الانزال هون هون بنعلق الحبل بالصخرة هاي تمام؟ نمشي مع الحبل نشوف عمر وهو بنزل خلاص هونة في ناس ما يحب بنزل انزال بنزل من هون الحفرة هاي حلو انه قاعدين الشباب بنزلوا من المغارة هاي علشان نقدر نكمل الطريق هاي انت روحوا معاليك سلم على الشهد اللي معاك هاي ثنباك ليش سموا هذا الوادي لانه بيزيل بين جبلين وادي الضب وادي الضب يعني مش عشان حيوان الضب نضب فيه العطونيين هذا المسار عبارة عن مسار خفيف لطيف فيه شوية تعب ولكن جميل اكمل من الشلال اخذ الشلال اللي هو هاي بننزل عن طريق الحبل هاي ثنباك من الشلال هاي علشان نكمل الطريق هاي ثنباك نوصل للبخر الميت ومن هناك نطلع على عمان اذا ما عملت سبسكرايب احمد سبسكرايب خليني اشوفك دايما وعمل لايك وشكرا لانكم صرت لهون انا كثير بتشكركم علشان تحضر الفيديوهات تبعتي وتعطوني رأيكم رأيكم بهمني دايما شكرا لكم بالتوفيق مع السلامة الفيديو خلص بس الشغف ما خلص انا محمد سرور استنوني الفيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة